بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته النهاردة ان شاء الله نحل مع بعض النموذج الرابع من اختبارات وزارة التربية والتعليم التجريبية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة زي ما انتم عارفين الامتحان بيبدأ بالتعبير وبيكون السؤال الاول هو موضوع اجباري تكتب فيه هنا الموضوع رسالة السؤال بيقول اكتب فيما لا يزيد عن سبعة اسطر ولا يقل عن خمسة اسطر رسالة الى شباب مصر تحثهم فيها على التبرع بالدم لانقاذ حياة الاطفال المرضى اما الموضوع الثاني بيكون اكتياري الموضوع الاول بيقول يعاني المواطنون كثيرا من الاحتكاري وجشع بعض التجار تحدث عن ذلك مبينا من وجهة نظرك الاسباب ومقترحا وسائل العلاج الموضوع الثاني بيقول عدم المحافظة على الآثار وسوء التعامل معها يسيء الى سمعة مصر السياحية ويؤثر في الاقتصاد القومي طبعا زي ما انتم عارفين لما نيجي نكتب الموضوع الابداعي نختار موضوع من الاثنين لازم نقسم موضوعنا لفقرات وفي بداية كل فقرة بنسيب اثنين سنتي او بمقدار كلمة او كلمتين مسافة فضية في بداية الفقرة فقط وبنكمل بعد كده عادي بنحاول نحافظ على علامات الترقيم نحط استشهادات قدر الامكان بيت شعر او حكمة او مثل او حديث او اية تناسب الموضوع وبحافظ على الخط الجيد بحافظ على التنظيم بحافظ على الاساليب والترقيم السليمة عشان الموضوع بيتقيم من كل الاوجه دي اما لو جينا للموضوع الاولاني اللي هو التعبير الوظيفي اللي هو الموضوع الاجباري فزي ما احنا شفنا هو طالب ان احنا نكتب رسالة نوجهها لشباب مصر طبعا لازم اكون عارف قصص كتابة الرسالة اللي بتبدأ في الاول ان انا بكتب فوق على اليمين اسم الشخص او الجهة او الجماعة اللي انا بوجه لهم الرسالة فطبعا هكتب فوق على اليمين شباب مصر سطر اللي بعده في ناحية الشمال شوية بكتب تحية طيبة وبعد وابدأ ابعت الرسالة بتاعتي اوجه فيها الكلام للشباب بالحاجة اللي هو طلبها مني فلو حبينا نكتب كده هنقول ابعثوا اليكم هذه الرسالة لأحثكم على التبرع بالدم لانقاذ حياة الاطفال المرضى فالتبرع بالدم اولا وقبل كل شيء عمل انساني وابتماعي نبيل له فائدة انسانية عظيمة فهذا العمل يرجع الابتسامة الى الاطفال الذين يعانون والذين هم في امس الحاجة الى الدم فهو عمل له اجر كبير عند الله تعالى لانه من اعظم القربات وافضل الصدقات فان الصدقة بالدم اعلى منزلة واعظم اجرا لانه سبب الحياة وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لاخيه حبا واثارا فالتبرع بالدم بمثابة انقاذ لحياة طفل مريض يرجو الشفاء وفي الختام ارجو ان تكون رسالتي قد وصل فحواها اليكم وتقبلوا مني التحية وفي الاخر بختم الرسالة باسم الشخص اللي موجهها طبعا مش هنفع اكتب اسمي فبكتب مواطن مصري لو جينا للجزء التاني وهو الجزء الخاص بالقراءة هنلاقي ان هو مقسوم لقسمين القسم الاول هو قصة الايام لطاعة حسين والقسم التاني بيكون الموضوعات المتعددة هنبدأ دلوقتي مع قصة الايام لطاعة حسين القطعة بتقول وما كان احب اليه ان يهبط في هذه القناة لعل سمكة من هذه الاسماك تزدرده فيظفر في بطنها بهذا الخاتم فقد كانت حاجته اليه شديدة هلم يكن يطمع على اقل تقدير في ان يحمله احد هذين الخادمين الى ما وراء هذه القناة ليرى بعض ما هناك من الاعجيب ولكنه كان يخشى كثيرا من الاهوال قبل ان يصل الى هذه السمكة المباركة سؤال الاول بيكون خاص باللغويات واحد مضاد تزدرده هل هي تتركه او تهمله او تهجره او تنفذه سؤال اتنين معنى يغفر يفوز ولا يعود ولا يتألم ولا يسبح ثلاثة مفرد الاعجيب العجيب او الاعجوبة او العجاب او العجيبة سؤال ثلاثة ألم يكن يطمع ده اسلوب استفهام الغرض منه النفي ولا التقرير ولا الاستنكار ولا التعجب السؤال به واحد كيف ادرك الصبي حقيقة القناة فيما بعد سؤال اتنين بما دلل الكاتب على غرابة ذاكرة الطفل سؤال جيم واحد علل كان الصبي يتمنى ان ينزل القناة السؤال اتنين علل ايضا كان الصبي يخشى كثيرا من الاهوال قبل ان يصل الى هذه السمكة تعالوا كده مع بعض نشوف الاجابات بالنسبة لمضاد كلمة تزدرده يعني تلفظه ومعنى يغفر يفوز ومفرد الاعجيب الاعجوبة والاستفهام في قول الكاتب ألم يكن يطمع الغرض منه طبعا هو التقرير بالنسبة للسؤال به السؤال رقم واحد ازاي الصبي ادرك حقيقة القناة فيما بعد الصبي عرف ان حقيقة القناة فيما بعد انها عبارة عن حفرة صغيرة يقدر اي شاب ان هو ينط من الحفة بتاعتها للحفة الاخرى ولو نزلها بنفسه المية مش هتوصل اكتر من ابطيه اما السؤال التاني اللي هو بما دلل الكاتب على غرابة زاكرة الطفل فهنجد ان الكاتب دلل على ان زاكرة الاطفال زاكرة غريبة لانها بتفتكر بعض الاحداث بشكل واضح جدا وفي احداث تانية بتنمحي منها خالص والكاتب ذات نفسه حاول ان هو يفتكر مصير كل الحاجات اللي كانت حوالين القناة لكنه ما قدرش يفتكر وكأنه نام في ليلة وصح الصبح ناسي اي حاجة فما لقاش الصور بتاع المزرعة ولا المزرعة ولا سعيد ولا مراته كوابس لكن عارف انه بقى فيه بيوت قائمة وشوارع منظمة وكان عنده عجز تام في انه يفتكر ازاي كل الحاجات ديه اتبدلت وتحول اما السؤال جيم فالنقطة الاولى فيه علل ليه كان الصبي بيتمنى انه ينزل القناة طبعا الصبي كان بيتمنى ان ينزل القناة عشان سمكة ضخمة تبلعه ويلاقي في بطناء خاتم سليمان يطلع له منه الخادمين بتوع الجن الموجودين في الخاتم ويحاولوا امنياته وياخدوه يوروه ايه اللي موجود وراء القناة من الاعجيب اما السؤال التاني فليه كان الصبي بيخشى كثيرا من الاهوال قبل ان يصل الى هذه السمكة لان الصبي كان عارف ان فيه مخاطر بتحيط بالقناة فعلى يمين القناة كان فيه جماعة العدويين والكلاب بتاعتهم اللي صوت نباحهم ما بيسكوتشي اما على شمال القناة فكان فيه سعيد الاعرابي وزوجته كوابس اللي كانهم حريصين على سفك الدماء ومعروفين بشرهم ومكرهم ولو جينا للموضوعات المتعددة هنلاقي درس لمحات من حياة العقاد القطعة بتقول وفيه اسوان حيث نشأ العقاد يلتقي الماضي الصحيق بالحاضر ففيه اسوان خاصة في الشتاء تلتقي احدث سور الحضارة الحديثة باثار الماضي العريق لا في المتاح في وحدها بل في البيوت السؤال الاول يخص اللغويات رقم واحد معنى العريق هل هي الاصيل ولا الفريد ولا الوحيد ولا النادر اثنين مضاد يلتقي هل هي يناثر ولا يبتعد ولا يتنافر ولا يهاجر سؤال ثلاثة مفرد آثار هل هي أثر ولا أثير ولا أثرة ولا أثيرة سؤال به رقم واحد ما مظاهر التناقض في نشأة العقاد سؤال اثنين ما أثر التناقض الذي نشأ فيه العقاد في حياته سؤال جيم رقم واحد ما العوامل التي ساعدت في نجاح العقاد سؤال اثنين اربط بين كون العقاد عصاميا وانتشار البطالة بين الشباب لو جينا مع بعض نستعرض الإجابات هنلاقي ان معنى العريق هي الاصيل ومضاد يلتقي يبتعد ومفرد آثار أثر أما بالنسبة لمظاهر التناقض اللي كانت في نشأة العقاد بتكمن هذه المظاهر في أنه نشأ في ملتقى الماضي والحاضر فتح عينيه شاف الفتاة الباريسية والليدي الإنجليزية كمان شاف المرأة الأسوانية المحجبة لدرجة أن الإنسان الأسواني في الشارع ممكن ما يقدرش يعرف أمه من شدة احتشامها في الزي وتشابه أغلب النساء الأسوانيات في هذا الزي أما بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو أثر التناقض اللي نشأ فيه العقاد في حياته هنلاقي أن التناقض اللي نشأ فيه العقاد في حياته دوت في بداية حياة العقاد في طفولته ما كانش ليه أي أهمية لكن انعكس عليه بعد كده في حياته لأن التناقض دوت اداله بساطة في الأفق وأصبح أكثر قابلية للإحساس بسعة الحياة والتناقض ده طبعه على أنه يستعد للتقابل والتناقض وعدم الإحساس بالتنافر أما بالنسبة للسؤال جيم النقطة الأولى فيه العوامل اللي ساعدت في نجاح العقاد طبعا أنه نشأ في مدينة أسوان المدينة السياحية الكبيرة اللي مليانة بالمكتبات عشان تنفع السائحين المكتبات دي عامرة وزاخرة بكتب التاريخ والآثار والقصص والمجلات العقاد كان بيتردد على المكتبات دي يقرأ في كتبها ومجلاتها وكانت نفس العقاد طامحة أنه يندس بين السائحين ويتكلم معاهم عشان يمرن نفسه على الكلام بالإنجليزية اللي كان بيجدها إيجادة تمة وكان كمان بيحضر المجالس اللي بيدعى إليها وكان بيتصل فيها بصفوة المثقفين من الرجال والنساء ده كله ساعد على اتساع أفقه ونفعه بأنه يبقى عنده تكوين علمي وأدبي واستكمل بعد كده بالقراءة اللي فاتوا من التعليم الجامعي أما بالنسبة لكون العقاد عصاميا وعلاقته بشبابنا ده النقطة التانية في السؤال جيم العقاد عاش بسن ألمه ومن سن ألمه ما فارقش ألمه طول حياته وكانت كتاباته هي مصدر رزقه من المقالات والكتب والشعر وده خلاه حر لا تقيده الوظيفة وطبعا ده عكس أغلب شبابنا الآن ولهم أن يأخذوا من العقاد مثلا أو يتخذوه مثلا عشان يبنوا نفسهم بنفسهم زيه ولو جينا لسؤال الأدب هنلاقي أن السؤال منقسم إلى ألف به وكل جزء فيهم فيه نقطتين السؤال ألف النقطة الأولى ما الاتجاهان الذين وقم تلاميذ البارودي بينهما سؤال اثنين لماذا اتجه شعراء الديواني للطبيعة سؤال به النقطة الأولى قدم تعريفا للمقال والنقطة التانية ما المقصود بمحاكاة القصة للواقع لو حبينا نجاوب على الأسئلة دي هنلاقي أن الاتجاهين اللي استطاع تلاميذ البرودي أن هم يوأموا بينهم الاتجاه الأول هو الأخذ من التراث والاتجاه الثاني هو الالتفات إلى أقافة العصر أما بالنسبة لسبب اتجاه شعراء الديوان للطبيعة طبعا هم اتجهوا لها عشان يشتقوا لها الواقع بتاعهم المرير وآملهم الضائعة ويأسوهم من الحياة السؤال به النقطة الأولى تعريف المقال أبسط تعريف المقال هو بحث قصير في العلم أو الأدب أو السياسة أو الاجتماع ويتم نشره في صحيفة أو مجلة النقطة التانية في به المقصود بمحاكاة القصة للواقع إن القصة يكون أحداثها عبارة عن واقع معاش ما تكونش حاجة متخيلة وأشخاصها تكون من طبيعة البشر اللي بيعيشوا ما بيننا والأشخاص دول بيكونوا بيتحركوا في بيئة محددة بيئة اجتماعية معروفة زي مثلا مدينة القاهرة أو حي من أحياءها أو قرية من قرى الريف وبالنسبة للأحداث بتكون أحداث واقعية بتقع في زمن معلوم من خلال أحداث تاريخية معروفة أو ذكر أزمنة معينة كمان اللغة لازم تكون من طبيعة اللغة اللي بيتكلم بها الناس في الحياة اليومية ولو جينا بعد كده للبلاغة هنلاقي السؤال أبيات كتبها العباس ابن الأحنف بيقول فيها كتب المحب إلى الحبيب رسالة والعين منه ما تجف من البكة والجسم منه قد أضر به البلا والقلب منه ما يطاوع منها قد صار مثل الخيط من ذكراكم والسمع منه ليس يسمع من دعى ردي جواب رسالتي واستيقني أن الرسالة منكم عندي شفا سؤال الألف نقطة الأولى بتقول اتسقت ألفاظ الشاعري مع وجدانه وابضح ذلك مستشهدا النقطة الثانية عين من البيت الثالث تشبيها وابضحه مبينا أثر السؤال به نقطة الأولى نوع الشاعر بين الأساليب الخبرية والإنشائية اذكر مثالا لكل منهما موضحا غرض كل منهما نقطة الثانية ما قيمة قوله ما تجف في موضعها طبعا قطعة البلاغة لازم أعراها مرة واثنين وثلاثة عشان أعرف أفهمها كويس لو جينا نجاوب على السؤال ألف النقطة الأولى هنقول لقد جاءت ألفاظ الشاعري قوية معبرة عن عاطفته وهنا لازم أذكر إيه هي العاطفة وطبعا العاطفة مش محتاجة أي توضيح العاطفة هنا يعاطفة الحب والاشتياق لمحبوبته حيث نرى فيها المحبة يشكو لوعة الهوى والفراق ويدل على ذلك اختياره الكلمات التالية وأذكر بعض الكلمات والجمل اللي تدل على فهمي للعاطفة اللي أنا ذكرتها هقول مثلا كلمات وجمل زي المحب والحبيب وجملة العين منه ما تجف وجملة أضر به البلا وكلمة ذكراكم وجملة ردي جواب رسالتي وكلمة شفا أما لو جينا للسؤال الثاني اللي بيطلب أن نجيب تشبيه من البيت الثالث فطبعا التشبيه هو جملة صارة مثل الخيطي ده تشبيه لقلب الشاعر بالخيط من شدة رقته وطبعا هنا الأثر بتاعه هو التوضيح السؤال به النقطة الأولى كتب المحب ده اسلوب خبري الغرض منه التقرير وردي جواب رسالتي ده اسلوب إنشائي نوعه أمر والغرض منه الاستعطاف ودول المثالين اللي طلب أن احنا نذكرهم في الاسلوب الخبري والاسلوب الإنشائي النقطة التانية في به قيمة ما تجف في موضعها إنها طبعا هنا بتدل على استمرار بكاء العين حزنا على فراق الشاعر لمحبوبته ومعاناته في بعدها أما لو جينا للجزء الخاص بالنصوص هنلاقي طبعا النص الأول بيكون هو النص النثري اللي بيكون إجباري وهنا طبعا النص الموجود زي ما أنتم شايفين النص الصغيران أحد أهم 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 النصوص اللي بتيجي في امتحانات الثانوية العامة القطعة بداية بتقول في تلك الساعة كانت الأرض قد عريت إلا من أواخر الناس وطوارق الليل وضقية من يقظة النهار تحب في الطريق ذاهبة إلى مضاجعها فبينما أمد عيني وأديرهما في مفتتح الطريق ومنقطعه إذ انتفضت انتفاضة الضعري ووثبت رجة القلب بجسم كله كما تثب اللسعة بملسوعها ذلك حين أبصرت الطفلين سؤال الأول واحد معنى عريت اثنين مضاد وثبت ثلاثة مفرد الطوارق أربعة المراد بأمد عيني سؤال به النقطة الأولى ما المدرسة التي ينتمي إليها الكاتب وما خصائصها النقطة التانية ما اللون الأدبي لهذا النص سؤال جيم النقطة الأولى ما نوع الخيال في قول الكاتبي وبقية من يقظة النهار تحب في الطريق ذاهبة إلى وما قيمته الفنية نقطة التانية علل لو كنت مكانا رافعي ورأيت الآن أطفال الشوارع فما الذي ستكتبه السؤال دالو ده غالبا بيكون تسميع في النص الإجباري فرح الطفلاني وكذلك الأم باللقاء والتحم الجميع وعادت الحياة للأم من جديد اكتب من النص ما يدل على هذا المعنى لو جينا الإجابات هنلاقي إن معنى عريت يعني خلت ومضاد وثبت يعني سكنت وهمدت ومفرد الطوارق الطارق والمراد بي أمد وعيني يعني أنظر وأتأمل سؤال به النقطة الأولى طبعا الرافعي بينتمي في نثره لمدرسة المحافظين واللي بتتمثل خصائصها في الحرص على جودة صوق العبارة وأداءها وسلامة اللغة كذلك التضمين وده بتأثرهم بالشعر العربي الأصيل وأيضا المحافظة على وحدة البحر الشعري والوزن والقفية السؤال الثاني ده سؤال سهل قوي النص ده بينتمي إلى فن إيه؟ طبعا بينتمي إلى فن المقال وهو مقال اجتماعي السؤال جي من النقطة الأولى الصورة في بقية من يقظة النهار تحبو طبعا ده استعارة مكنية بتصور اليقظة الناس اللي عندها يقظة بأطفال تحبو وتحي بقطء الحركة وشدة التعب سؤال اتنين ده مطروق ليك أنت تجاوبه زي ما أنت عايز؟ أما السؤال ده ده السؤال الخاص بالتسميع هل الطفلان لما أبصر أمهما ونفض أيديهما ونفض الأجنحة ثم أكبت هي عليهما بجسمها ومدامعها وقبلاتها والتحم بها التحامل جزء بكله واشتبكت الأضرع في الأضرع حتى لا تفرق بين ثلاثتهم في معاني الحب إلا بالكبر والصغر رجعت معهما طفلة كأن تاريخها يبدأ جديدا أما لو جينا بعد كده للنص الاختياري فعندنا نص صخرة الملتقة السؤال بيقول ويا صخرة العهد قدت إليك وقد مزق الشمل ما مزق أريكي مشيب الفؤاد الشهيدي والشيب ما كلل المفرقة شك أسره في حبال الهوى وود على الله أن يعتقى فلما قضى الحظ فك الأسير حن إلى أسره مطلق سؤال الأول بيخص لغويات النقطة الأولى معنى قدت ماشيت ولا عهدت ولا قفزت ولا رجعت النقطة الثانية مضاد ودى مقتى ولا تردد ولا انصرف ولا أهمل النقطة الثالثة جمع مفرق فرق ولا فرقاء ولا مفارق ولا فروق سؤال بيه النقطة الأولى ما دلال التحقق الوحدة العضوية في النص نقطة الثانية ماذا أفاد النداء في يا صخرة العهد سؤال جيم النقطة الأولى لماذا أكثر الشاعر من النداء على الصخرة في القصيدة نقطة الثانية أيهما أدق في أداء المعنى مع التعليل جملة وقد مزق الشمل ما مزق ولا جملة وقد فرق الشمل ما فرق السؤال دال ما نوع الخيال في قوله كاللال المفرقة وما سر جماله لو جينا للإجابات هنلاقي أن معنى أوبتو يعني رجعتو ومضاد ودى مقتى وجمع مفرق مفارق أما السؤال به النقطة الأولى فدلال التحقق الوحدة العضوية في النص ظهر جدا في وحدة الموضوع ووحدة المشاعر والجو النفسي وترابط الأفكار لدرجة أن القصيدة أصبحت عبارة عن لوحة مكتملة حول موضوع الالتقاء والافتراق بين المحبين نقطة الثانية فايدة النداء على صخرة العهد طبعا هنا النداء أفاد التحصر أما بالنسبة للسؤال جي من النقطة الأولى ليه الشاعر أكثر من النداء على الصخرة في القصيدة؟ طبعا ده يرجع لأهميتها في حياته لأن ذكرياته السعيدة مرتبطة بيها وكمان أنه عرف قلبه الحب والسعادة عندها السؤال النقطة الثانية طبعا الجملة الأدق في المعنى قد مزق الشمل ما مزق ده التعبير الأدق في المعنى ليه؟ لأنه أسلوب توكيد مرة باستخدام قد زائد الفعل الماضي ومرة باستخدام المصدر المؤول ما زائد الفعل الماضي كمان الفعل مزق ده مبني للمجهول مرتين للتهويل عشان يبين شدة المأساة وعشان يأكد أن فيه إيد مجهولة هي سبب الفرق السؤال دال كلل المفرقة الجمال اللي موجود في الجملة دي أنها استعارة متنية بيصور فيها الشيب وكأنه تاج لم يكل المفرقه وسر الجمال هنا التوضيح وختاما بنيجي للجزء الأخير في الامتحان وهو الجزء الخاص بالنحو نقرأ الفقرة بعناية ونشوف إيه المطلوب الفقرة بتقول حاول الإنسان منذ بدء وجود الخليقة رسم صورة تحدد ملامح الحياة العظمى وما ينبغي أن تكون عليه أحواله وأوضاعه وقد أدرك أن الماضي والحاضر يؤثران إلى حد كبير في شكل المستقبل لقد بذلت محاولات كثيرة من أجل تعديل الواقع أو تغييره حتى يكون المستقبل أكثر إشراقا طبعا السؤال الأول زي ما أنتم عارفين بيكون إعراب لو جينا للإعراب هنلاقي أن كلمة بدء جاية بعد كلمة منذو وكلمة منذو هنا بتبقى حرف جر لأن جاي بعدها اسم وعلى ذلك فكلمة بدء هتكون اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أما كلمة أحواله لازم أخد بالي أن في تكون موجودة تكون هي كانة في الزمن المدارع وجاي بعدها عليه جره مجرور فيبقى ده خبر شبه جملة مقدم فتبقى أحوال اسم تكون مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة وطبعا زي ما احنا عارفين أي ضمير بيتصل باسم بيعرب في محل جر مضاف إليه فهنا الهاء اللي متصل بكلمة أحواله لازم نعربها هي كمان وما نكتفيش بيعرب كلمة أحوال بس احنا قلنا أحوال اسم تكون مرفوع علامة رفعه الضمة أما الهاء فهي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه لو جينا للكلمة اللي بعد كده كلمة محاولات هنلاقي إنها جاية بعد الفعل المبني المجهول بذلت فكلمة محاولات نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة أما كلمة إشراقا ودي الكلمة الأخيرة معنا في الإعراب كلمة نكرة منصوبة جاية بعد كلمة على وزن أفعل اللي هي كلمة أكثر فدي طبعا إعرابها ثابت تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة لو جينا للإستخراجات هنلاقي إن الفعل المعرب علامة فرعية هو الفعل يؤثران لإنه فعل من الأفعال الخمسة فعل مضارع اتصل بي ألف الاثنين فهو فعل من الأفعال الخمسة وعلامة إعرابه الفرعية هي ثبوت النون الطلب الثاني اسم الزمان طبعا هنا مفيش غير كلمة المستقبل وده اسم زمان جاي من الفعل غير الثلاثي الفعل بتاعه استقبله هجيبه في المضارع يستقبل وبشيل بعد كده إليه وحط ميم وحط عليها ضمة ميم مضمومة وأفتح من قبل الآخر فيبقى اسم الزمان المستقبل الطلب الثالث الضمير اللي في محل رفع هو ألف الاثنين في الفعل يؤثران لأنه بيعرب في محل رفع فاعل بالنسبة لإسم المقصور فالإسم المقصور هو الإسم المعرب اللي آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها فطبعا ما عنديش في القطعة كلها غير كلمة العظمى أما بالنسبة للطلب الخامس وهو استخراج مصدر مؤول لازم أكون عارف إيه هي صور المصدر المؤول المصدر المؤول ليه ثلاث صور أشهرهم على الإطلاق أن زائد الفعل المضارع تيجي بعدها ما زائد الفعل الماضي ييجي في الآخر أنه واسمها وخبرها طبعا لو دورنا هنا في القطعة هنلاقي أن المصدر المؤول أن تكون وعشان أعرف محله الإعرابي بحوله لمصدر صريح وأعرف بقى الكلمة المصدر الصريح دي لإعرابها إيه فلو حولت أن تكون لمصدر صريح هتبقى وما ينبغي كون أدي المصدر الصريح من أن تكون ينبغي كون فهنا هتبقى كون فاعل فيرجع بقى تاني الكلام للمصدر المؤول يبقى المصدر المؤول ده في محل رفع فاعل لو جئنا للسؤال جيم النقطة الأولى فيه دي طبعا جملة إحنا عايزين ندخل أداة شرط جازمة لما ندخل أداة الشرط الجازمة هتبقى الإجابة من يحترم أستاذهم يعلو شأنهم طبعا هنا الفعل يحترمون لما بيدخل عليه أداة شرط جازمة بيتحول من فعل مدارع مرفوع وعلامة رفع الظبوت النون إلى فعل مدارع مجزوم وعلامة جازمه حذف النون فهتبقى يحترمه والفعل يعلو هنا ده فعل مدارع مرفوع وعلامة رفع الظبوت لما بيجي جواب شرط بيكون فعل مدارع مجزوم وهنا طبعا علامة جازمه هي حذف حرف العلة لأنه فعل معتل الآخر النقطة التانية الفعل رد لما يجيب منه اسم فعل واسم مفعول في جملتين هيبقى اسم الفعل راد وطبعا الجملة ممكن نقول لا راد لقضاء الله يعني ما فيش حاجة هترد قضاء الله هنا اسم فاعل أما لما أجيبها اسم مفعول فهتبقى عادية جدا رد هيجيب منها اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول رد مردود والجملة اللي أقولها مثلا هذا الكلام مردود عليه السؤال دال الجملة دي لو حبينا نخاطب بيها المثنى المؤنف هنقول أنتما العلياني شأنا أما بالنسبة للسؤال هيه فالجملة بتقول لعل المبتسمين موفقون في حياتهم هنا مطلوب أن أنا أشيل لعل اللي هو الحرف الناسخ وأحط مكانه فعل يفيد الرجاء فطبعا الفعل اللي بيفيد الرجاء عسى وهذه الأفعال أفعال ناسخة تعمل عمل كان وأخوتها فلازم الاسم اللي بعدها يكون مرفوع فهقول عسى المبتسمون بس فيه شرط يخليها تختلف عن كان وأخوتها أفعال الرجاء بتختلف عن كان وأخوتها في أن لازم خبرها يكون جملة فعلية فعلها مضارع وهنا طبعا عشان أجيب الفعل جملة فعلية فعلها مضارع لابد إن أنا أحط معاه أن فهقول عسى المبتسمون أن يوفقوا في حياتهم وبالنسبة للسؤال الأخير اللي هو يخص الكشف في المعجم فطبعا كلمة إنسان نكشف عنها في المعجم في مادة أنسة باب الهمزة فصل النون مع السين ودلوقتي نعرض لكم الإجابات بشكل سريع بعد موفناها شرح طبعا بالنسبة للإعراب قلنا كلمة بدء هي اسم مجروع علامة جره الكسرة وكلمة أحواله أحوال اسم تكون مرفوع علامة رفعه الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جره مضاف إليه أما كلمة محاولات فهي نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وكلمة إشراقا تمييز منصوبه علامة نصبه الفتحة بالنسبة للإستخراج الفعل المعرب بعلامة فرعية هو الفعل يؤثران لأنه فعل من الأفعال الخمسة فعل مضارع اتصل بيه ألف الاثنين فهو فعل من الأفعال الخمسة وعلامة إعرابه الفرعية هي ثبوت النون أما اسم الزمان فهو كلمة المستقبل والضمير اللي في محل رفعه هو ألف الاثنين اللي موجودة في الفعل يؤثران طبعا هنا في محل رفع فاعل أما الاسم المقصور هو كلمة العظمى والمصدر المؤول هو أن تكون أنزق للفعل المضارع وقلنا المحل الإعرابي بتاعه الرفع أما بالنسبة للسؤال جيم فالجملة بعد ما دخل عليها أداة شرط جازمة من هتبقى من يحترموا أستاذهم يعلو شأنهم وخد بالك يعلو الضمة اللي موجودة على اللام دي مش علامة إعراب دي بدل الواو اللي اتحذفت احنا قلنا يعلو ده فعل مضارع مجزوم طبعا جواب الشرط مجزوم وعلامة جازم وحذف حرف العلة بس احنا حطينا الضمة بدل الواو اللي تم حذفها أما الفعل رد فاسم الفاعل منه راد وقلنا لا راد لقضاء الله هنا اسم فاعل واسم المفعول مردود والجملة هذا الكلام مردود عليه أما أننا أخاطب جملة أنت الأعلى شأنا أخليها للمثنى المؤنى هيبقى الإجابة بتاعتها زي ما قلنا أنتما العليا ياني شأنا والجملة في السؤال هي لما شلنا الحرف الناسخ لعله وجبنا مكان وفعل الرجاء عسى هتبقى الإجابة عسى المبتسمون أن يوفقوا في حياتهم وأخيرا قلنا الكشف في المعجم عن كلمة إنسان في مادة أنسة الهمزة والنون والسين وبكده نكون انتهينا بفضل الله من إجابة النموذب الرابع من الاختبارات التجريبية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم كان معاكم أستاذ هيثم المصري ترجمة نانسي قنقر